بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عرفنا كيفية إيجاد الحل الأولي بطريقة الزاوية الشمالية الغربية عصلنا على حل أولي بهذا الشكل هل هذا الحل هو الحل الأمثل؟ كيفية تحديد هل هذا الحل هو الحل الأمثل؟ أو أي حل سواء الحل الأولي أو غيره هو الحل الأمثل أم لا؟ بتكون بهذه الطريقة رقم واحد حساب مؤشرات الصفوف ومؤشرات الأعمدة إذن بنحسن مؤشرات الصفوف والأعمدة باستخدام هذه المعادلة مؤشر الصف زي مؤشر العمود عند الخلايا المشغولة بيساوي التكلفة إذن مرة تانية عند الخلايا المشغولة بحسب هذه المعادلة التكلفة بتساوي مؤشر الصف زائد مؤشر العمود بعد ذلك بيتم حساب التكلفة المحسنة باستخدام هذه المعادلة عند الخلايا غير المشغولة بتكون التكلفة المحسنة وده هدفي ده اللي بستطيع من خلاله أحدد هل الحل هو حل أمثل أم لا حساب التكلفة المحسنة بيكون التكلفة ناقص مؤشر الصف اللي حسبته في الخطوة اللي فاتت ناقص مؤشر العمود والقاعدة بتكون إذا كانت التكلفة المحسنة جميعها موجبة هذا يعني أنه لا يمكن تحسين الحل وأن الحل هو الحل الأمثل إذن مرة تانية إذا كانت التكلفة المحسنة جميعها موجبة هذا يعني أن الحل هو الحل الأمثل بينما إذا كانت التكلفة المحسنة بها قيمة واحدة على الأقل أو قيمة واحدة أو أكثر سالبة إذا وجدت قيمة سالبة أو أكثر من قيمة سالبة هذا يعني أنه يمكن تحسين هذا الحل وأن الحل الحالي ليس هو الحل الأمثل وبيكون بعد كده إجراءاتي أو خطواتي لإيجاد هذا الحل الأمثل في هذا المثال في المثال اللي ذكرناه هنستخدم هذه الطريقة التكلفة عند الخلال مشغولة التكلفة هتساوي مؤشر الصف زائد مؤشر العمود فإذا رجعنا للخلية الأولى رجعنا لهذا الجدول عندي أربع عمدة وأربع صفوف أو عفوا أربع عمدة وسلاس صفوف إذن حيكون عندي مؤشرات أربعة للأعمدة وثلاثة للصفوف بهذا الشكل حيكون عندي R1 ده للصف الأول R2 ده مؤشر الصف الثاني وR3 ده مؤشر الصف الثالث T1 عن نرمز لمؤشر العمود الأول T1 وT2 وT3 وT4 كيفية حساب قيم هذه المؤشرات زي ما قلنا عند الخلايا المشغولة ده خلية مشغولة بيكون التكلفة تساوي مؤشر الصف زائد مؤشر العمود مؤشر الصف هنا هيكون R1 زائد مؤشر العمود T1 مجموعهم يساوي التكلفة وهي تسعة ده المعادلة الأولى قدر منها حسب R1 وR2 طبعا في معادلات أخرى هتكون المعادلة التانية عند هذه الخلايا لأنها خلايا مشغولة R2 مؤشر الصف الثاني زائد T1 تساوي 2 تساوي التكلفة المعادلة التالتة هتكون R2 لأنها هذه الخلايا خلايا مشغولة R2 زائد T2 R2 زائد T2 تساوي التكلفة 8 معادلة أخرى أقدر أحصل عليها من هذه الخلايا أن R3 زائد T2 لابد أن تساوي التكلفة 3 معادلة أخرى أقدر أحصل عليها من هذه الخلايا وهي R3 زائد T3 تساوي التكلفة 10 معادلة الأخيرة R3 زائد T4 تساوي التكلفة 8 هذه المعادلات 1 2 3 4 5 6 6 معادلات دول 6 معادلات أقدر أحل لهم وإيجاد هذه القيم الطريقة الطريقة هي أضع R1 لأن المجاهل هنا في الحقيقة عددهم 7 فبضع أحد المجاهل يساوي 0 فهنا بضع R1 تساوي 0 إذن T1 تساوي 9 إذن حصلت على T1 تساوي 9 ده مؤشر العمود الأول أصبح في المعادلة الثانية T1 معلوم بتساوي 9 عود به تحصل على R2 تساوي سالب 7 إذن عرفنا كيفية إيجاد T1 وR2 وR1 في الحقيقة احنا فرضناه بصفر في المعادلة رقم 3 أصبحت R2 معلومة بسالب 7 إذن تستطيع حساب T2 وهكذا إذن استطعنا بهذه المعادلات حساب مؤشرات الصفوف ومؤشرات الأعمدة بهذا الشكل التكلفة المحسنة بتكون عند الخلال غير مشغولة وهي التكلفة التكلفة المحسنة تساوي التكلفة ناقص مؤشر الصف ناقص مؤشر العمود فعند هذه الخلية هيكون 7 ناقص صفر ناقص خمستاشر التكلفة المحسنة سالب 8 عند هذه الخلية 4 ناقص ناقص 12 ناقص 9 إذن التكلفة المحسنة 7 هنا التكلفة المحسنة هتكون 6 ناقص صفر ناقص 22 يعني سالب 16 هنا التكلفة المحسنة 9 ناقص ناقص 7 ناقص 22 يعني سالب 6 وهنا التكلفة المحسنة سالب 15 وهنا سالب واحد طبعا واضح من هذه التكلفة المحسنة السالبة أن هذا الحل ليس هو الحل الأمثل أو بمعنى آخر يمكن تحسين الحل أو يمكن تقليل التكلفة عن القيمة السابقة أو يمكن إعداد خطة نقل بتكلفة أقل من السابقة طيب كيفية إيجاد الحل الأمثل سيكون باختيار القيمة الأكثر سالبية اختيار متغير داخل هو القيمة الأكثر سالبية وهي سالب 16 إذن ساختار سالب 16 لأنها التكلفة المحسنة الأكثر سالبية وحيكون هو المتغير الداخل المتغير الداخل حددته إذن باقي أحدد المتغير الخارج هتحرك على الخلايا المزغولة في اتجاه عقارب الساعة بهذا الشكل نعرف حالا كيفية إيجاد المتغير الخارج إذن عند الخلية اللي اخترتها كمتغير داخل بضع علامة زائد وبتحرك في اتجاه عقارب الساعة على الخلايا المزغولة إذن هتحرك على هذه الخلية والتحرك بيكون إما في شكل أفقي أو رأسي يعني بتحرك بخط أفقي في اتجاه عقارب الساعة أو خط رأسي بهذا الشكل إذن الخلية اللي بعدها هتكون هذه الخلية اللي بعدها هتكون هذه الخلية اللي بعدها هذه الخلية إلى أن أعود مرة أخرى من حيث بدأت طيب فائدة هذا التحرك وضعت علامة زائد عند الخلية الأولى اللي بدأت منها اللي هو المتغير الداخل حضع بالتبادل الإشارات سالب بعدها موجب بعدها سالب بعدها موجب بعدها سالب اختار من هذه الخلايا اللي وضعت عليها الإشارات التي لها أصغر قيمة سالبة ترجمة نانسي قنقر